أصدرت ميليشيات الحوث الذراع الإيرانية في اليمن تعميما بحظر استخدام العطور والبقور في أوساط طالبات الجامعة بصنعاء وقرت حزمة إجراءات مشددة ضد المرأة بدعوة الحشمة ومحاربة الإختلاط كما دأبت عليه الجماعة الإرهابية المتطرفة ومنع الفرمان الحوثي الجديد طالبات الجامعة من ارتداء أربع أنواع من العباءات وصفتها بالعباءة المفتوحة والضيقة والقصيرة والشفافة وحظرت تعميم الحوثي على الطالبات وضع مساحق التجميل وإظهار الشعر أو جزء منه ورفع الشعر واعتبرت ميليشيات الحوثي استخدام العطور والبقور في أوساط الطالبات وحدة من المخالفات وبررت ميليشيات الحوثي ذلك تحت عنوان نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة محذرة الطالبات من مخالفة هذا التعميم وارتكاب مثل هذه المخالفات وتعيد هذه الإجراءات إلى لذان حملات حوثية في سبتمبر 2019 ازادفت محلات لبيع البالتوهات النسائية وقامت بإحراق ربطة الخصر في العبايات النسائية في حملات أثرت تندر ناشطين بوسائل التواصل الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة